السلام عليكم. المطاعم المصرية في الغربة يا جماعة. لو انت مغترب برا مصر وحابب تاكل في مطعم مصري فلازم فيه ثلاث شروط لازم تتخطاهم. اذا توفروا عندك الثلاث شروط اتكّل على لو روحكول في مطعم مصري. اول شرط تصل صلاة استخاره. ده اول حاجة. تاني شرط ان انت يكون لسه قبض المرتب بتاعك. جيبك مليان على اخره. الشرط التالت ان انت تكون مقطوع من شجرة. ما يكونش عندك وراك اي حد في مصر محتاج منك فلوس. وتعمل في حسابك من ضمن الشرط ده انك هتقعد اسبوع ما تاكلش. لانك هتصرف كل الفلوس اللي معك في في وجبة واحدة. يا جماعة المطاعم المصرية برا مصر حاجة غريبة. اه اكل مصري متميز طعمه متميز. طبعا الاكل برا مجموعة مطابخ. فيه مطابخ اجنبية. وفيه المطابخ العربية. المطبخ العربي بينقسم لتلات اقسام. مطبخ خليجي بيضم الاكل اليمني. ومطبخ شامي بيضم اللبناني والسوري والاردني والفلسطيني. ومطبخ مصري. ده مستقل بزاته. عشان هو مستقل بزاته فهو بيعني بيستهبله في الاسعار. حاجة تمام? اه اسعار فوق الخيال. يعني الاسعار تريبل العادي. هتدخل تاكل في مطعم عادي. اي مطعم عادي. اه هتدفع مسلا عشرة. هتدفع في الاكل مصري اربعين. مش تلاتين. اربعين. دخلت دلوقت انا هو واحد صاحبي. اكلنا في مطعم مصري. اه اول ما قعدنا. فتطلب ايه باشا? قلت له باشا انا عايز اكل مصري. عايز رز مصري وعايز ملوخية وفراخ مسلا او لحمة. قال لي ما فيش مشكلة في مهند يجب لك لحمة. قلت له اوكي هتلي لحمة ايش? اه طيب انت عايز الملوخية العادية? ولا بشهقة الشيف السحرية? قلت له بس عفوا معلش. ايه الفرق من الملوخية العادية? وشهقة الشيف السحرية? يعني شهقة الشيف السحرية ديت العادية مسلا ان الشيف بيقول عليها كده. والشهقة السحرية بيخبط على صدر ويقعد يلتم على وشه. ايه الفرق بينهم? قال لي لقى الفرق في المذاكف هندم وفي التدبيلة. قلت له اوكي تمام اكل اللي هي الشيف لطن فيها على وشه دي. قال لي اوكي. مم كلنا ودفعنا ما شاء الله مبلغ جامد يعني يعني انا دلوقتي ان شاء الله انا اتقسمت انا وصاحبي وقلت له بازن الله معتش تكليني تاني. فخلصنا اكله وطلعناه فو احنا طلعين قال لي تشرب قهوة? قلت له اشرب قهوة. فجيبنا اتنين قهوة. اه يشاء السميع العليم ان سعر القهوة قد تمن الاكل اربع مرات. فطبعا احنا قريد طلبنا وانا اتحركت يعني بخجل ان انا اتكلم في فلوس في الاكل والشرب والكلام ده. هم بيستغلوا النقطة دي بصراحة يعني. فخرجنا رحنا العربية فمشينا في الطريق فبقول له صاحبي بقول له هو ليه الاكل المصري غالي كده? طبعا صاحبي ده فتاي بقى من ناس اللي تفهم في كل حاجة وعنده تحليل لكل شيء وعنده اسباب لكل شيء وما فيش حاجة عنده بتعدي كده لازم كل حاجة على سبب. اه وبيطبل لكل حاجة. يعني هو دايما ضد طالما انا معي يبقى هو ضد لو انا ضد يبقى هو معه هو كده خالف تعرف كده. فبقول له ياخد اكل مصري غالي جدا ليه كده? قال لي لان الادام المصري غالي. قلت له نعم. قال للادام المصري غالي. فقلت له ايه الادام ده معلش انا عايش بقى لي ده بقى ثمانية وتلاتين سنة اول مرة اصمع كلمة ادام يعني ايدام. قال لي الادام انت مش عارف الادام. دخلت على جوجل اسأل عن كلمة ادام في قوموس اللغات. لقيت كلمة ادام بتاعني الزيت والسمنة والتوابل. قلت لأ ادام الموضوع بالشكل ده يبقى خلاص انا ايه? موافق ان الاكل مصري يبقى غالي. يعني يعني بصراحة حاجة مستفزة يعني تبص تلاقي الزيوت والتوابل اللحوم الفراخ السمك الرز الخضار كل المنتجات اللي هم بيشتغلوا بيها كل المطاعم بتشتغل بيها وهو ما بيجيبش من مصدر مختلف. هو ما بيبعدش يجيب مسلا حاجته من ايطاليا. مكارونات رز كل شيء كل كل حاجة متوفرة في نفس المكان اللي المطاعم التانية موجودة فيه. ومع ذلك ممكن تدخل تاكل مسلا نص فرخة في مطعم مصري اربع اضعاف اي مطعم تاني. طب ليه? ايه الحكمة? ايه السبب? فياريت رفقا بالمصريين في الغربة. وده مش عشان الظروف وحشة او كده بس بس ليه الاستهبال? ليه ان احنا نستغل بعضنا? ليه? وربنا يهد الامور. السلام عليكم.